مر الكلام في أن القرآن يرفض منهجية السنة العقل كذلك يرفض منهجية السنة أحاديث العترة كذلك ترفض منهجية السنة لكن الطوسيين اعتمدوا هذه المنهجية حتى الذين ينتقدونها عمليا عملوا بها وأشاعوا ثقافتها بحيث أن عوام الشيعة الذين لا يفقهون شيئا من الأسانيد أو مما يدرس في الحوزة الطوسية اللعينة ما إن يسمعوا رواية أو حديثا إلا وقالوا هل هي صحيحة السنة هذه الرواية ربما يبيع البطاطا والطماطم في عربة إنه بائع متجول ولكنهم وضعوا على لسانه هذه الكلمات لكثرة ما تتردد في الأوساط الشيعية كل هذا تدمير لأحاديث أهل البيت